مسائل فلا عليكم او نهاركم سعيد هنتكلم في فيديو النهاردة عن السيارتين بي ام في أو بي ام دابليو اكس فايف و اكس سيكس الجديدتين عالميا او النسخ الفيس ليفت من بي ام في موديل 2023 اكس فايف و اكس سيكس حيث قدمت بي ام في الاصدارات الجديدة وحدثت من سيارتها الرياضية الناجحة اكس فايف و اكس سيكس موديلات 2024 و هي المعروفة باسم الفيس ليفت للموديلات 23 وتم إضافة تحديثات بسيطة في الشكل الخارجي مع المزيد من التجهيزات الأساسية والاختيارية في المواصفات وحصلت الموديلات الجديدة على محركات احتراق دخلي جديدة بالإضافة إلى أحد سجيل من النظام الهاجين بلاج إن لسيارة بيم في اكس فايف واللي اسمه اكس درايف 50 اي وبالنظام الهاجين ده تم الوصول لمعدل استهلاك بنزين من 8 من 10 إلى 1 و 1 من 10 لتر لكل 100 كيلومتر مع استهلاك طاقة قهربائية من 22 وتسعة من 10 إلى 27 كيلوات ساعة لكل 100 كيلومتر مع معدل انبعاسات ساني اكسيد كربون من 18 إلى 26 جرام لكل كيلومتر حسب القياس باستخدام تجربة أو دورة WLTP كمان نتقدم لباقي موديلات بيم تقنية هاجينة خفيفة 48 فولت بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة للقيادة الآلية وركن السيارات ونظام التحكم والتشغيل اي درايف الرقمي بالكامل مع شاشة بيم في المنحنية اللي بتعتمد على نظام تشغيل بيم في 8 وهيتم بناء النموذجين بيم في اكس 5 و اكس 6 في الولايات المتحدة الأمريكية وهيبدأ اطلاقهم عالميا في إبريل 2023 والتصميم الجديد الستاندرد الستوك القياسي لبي ام في اكس 5 الجديدة اسمه اكس لاين وتم تصميم المصابيح فيه بشكل أرفع بصمك 35 ميلي مع تصميم الإضاءة النهارية على شكل سهم إلى الخارج ومن البقات الاختيارية للسيارة إن المصابيح الأمامية هتكون ماتريكس ليد مع تحكم تكيوفي وإضاءة عالية غير مبهرة غير مزعجة من بيم في سليكتف بيم بالإضافة إلى مصابيح M Shadow Line وتم إعادة تصميم مداخل الهوى من الأمام لتصبح جانبية مع تطعيمات ألمونيوم مسقول زي برات تحميل الأمتاع في السقف اللي بتكون ألمونيوم مسقول أيضا كل ما سبق من تعديلات يخص بيم في اكس 5 أما بالنسبة لبي ام في اكس 6 فبرضو حصلت على مصابيح أمامية رفيعة وإضاءة نهارية على شكل سهم وتم إضافة باقة M الرياضية بشكل قياسي ستندرد مع الاستخدام المكسف للون الأسود بالإضافة إلى ده تم تصميم الجزء الأمامي من بيم في 6 بشكل ثلاثي الأبعاد وده بيبرز عرض العربية وجسمها الرشيق مع لمعان شديد للعتبات الجانبية الخاصة بباقة M وباقة M Shadow Line ومخارج العدم الشكمان في الخلف بتكون بشكل شبه ومنحرف بالنسبة للمحركات لبي ام في اكس 5 أو بي ام في اكس 6 ممكن اختيار أحد ثلاثة اختيارات إما محرك بنزين 8 سلندر أو بنزين 6 سلندر أو محرك ديزل 6 سلندر وكل المحركات بتيجي مع ناقل حركة في تيس ستيب ترونيكس بورت 8 سرعات مع بدلات شفتات بتكون خلف عجلة القيادة ودفع العجلات بيكون من خلال نظام الدفع الرباعي الزكي بي ام في اكس درايف وبتتميز جميع نظم الدفع بتقنية هاجينة معتدلة 48 فولت مع محرك كهربائي مدمج في ناقل الحركة والمحرك ده بيدينا زيادة في القوة تصل إلى 9 كيلو واط أو يعني 12 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران وده بيساعد محرك الاحتراق الداخلي انه يقدم اداء ديناميكي سلس وكفاءة عليها قلولي رأيكم في التعليقات في التعديلات المتقدمة لبي ام في اكس 5 وبي ام في اكس 6 الفيس ليفت من 20-23 اللي هي موديلات 20-24 وهل بي ام في اكس 5 أو بي ام في اكس 6 بالتعديلات دي متجهة بقوة إلى الكهرباء ولا لسه بدري شوي وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويريد تعملوا لايك للحلقة وشير في كل مكان عشان تعم الفايدة والناس اللي بتفرج علينا ولسه مشتركتش في القناة يريد تشترك بالضغط على سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلها كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدرها اول باول ولمزيد من الدعم ممكن الانتساب للقناة او الضغط على ايكون التشكرات او استخدام رابط باي بال اللي موجود في صندوق الوصف والى اللقاء في فيديو جديد حتى ذلك الحين في امان الله